السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جيدة اليوم ان شاء الله رحين نديرو البولب ولا الاخطبط رحين نديرو في وصفتين نديرو سلاطة ورحين نديرو في البورك ورحين نرافقوه بإنسو بتاع العدس الحمر بالكابوية وصفة بزاف شابة رح تشوفوا معي الوصفات بطريقة سهلة وبسيطة كما تعودنا ورح نبدأ بسم الله صلى ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تنسوش تديرو لي يجم وتخلو لي تعليق رحين نبدو هنا نجيبو البولب غصلي هالمرة اللولا ومن بعد رحين نبدو كيفاش النقيوه عندو الراس اللي الفوب هذا اللي يكم تشوفو فيه تجي فيه الأحشاء ولا المعدة تتيعو تجي فيها ذاك الراس رحين نحيوه أنا نقسمو بالمقص ولا تخلي عادي أنا نحب نحيه بالمقص ولا نقسمو على زوج باش نحي هذيك الأحشاء النحوم بالخوف المهم تفتحها بالمقص وتبدي تخرجي في هذيك الأحشاء اللي فيها وراحين نسيباريو الراس على هذوك الرجلين تتعوه وهنا يراس تكون فيه واحد القشرة ولا الجلدة حاولي أنك تنحيها رح تنحي معك بشهولة ومبعد رح تخليها باش نشلهم بعد اللي نحيت له هذيك الجلدة كي باش يولي معانا بيض نحطه بجيه باش ومبعد رحين ننشلهم كامل نروحوا للرجلين تلقاي هذي اللي شتوها معايا رسيبانا ويقولوا اللي قلب تتاعو المهم تتدرك عليها من التحت وراح تخرج معك فاسي الماء وتنحيها والرجلين رح انديهم في الماء هنا كي ما كنت تكون فيها واحد المادة لازيجا ديري الماء السخون وتبدي تشلي فيه وهناي أنا فتحتو باش نحيلو العينين هنا رح تنحيلو العينين والأحشاء وهذاك اللي القلب تتاعو هذا وش فيه نقا المهم نحيلو العينين بالمقص كي مشتوه رايحة نرميهم ونبدأ نشلل في الارجلين وحاولي انك هذوك الثوقوب اللي راكي تشوفي فيهم هنيات شليهم مليح بسكو يجي فيهم الرملاء ولا تلقاي فيهم أوسخ ولا تبدي المهم شلي فيهم أبيان وتبدي تنحي في الجلدة هذيك اللي تجي في الجهة اللي لدركة تبديك شغل تسلخي فيه مايكشح تسلخي كامل بسكو ومبعد كين طيبو في الماء راح يتسلخ معنا فاسي الماء المهم انتي ينظفيها مليح من هذيك الرملاء شوفوا معايا بعد اللي كنت شللتو مليح ونقيتو شوفوا كيفاش يجي بيض ويجي منقي يجي ساهل ويجي فيه انجينيغال ثمانية تاع الرجلين راح تبدي اتخبطي فيها بهذا الشكل باش ميشيتش معك وقت كبير في الطيب هذي هذا وجفي السر لانه هذي هي الجهة اللي تكون قاسية فيه وجدنا في الطيب من جهة واحد اخرى كنت اديت طنجرة درت فيها يغلي ودرت معها القارس والملح اتحطي في هذوك الرجلين مع الرأس وراح تخليهم يطيبو اينا هذيك الطنجرة درتها كوكوطا هنا في الكوكوطا شدت لي منبا فامينيت وطاب معي بس كهوا كما نعرفو شوية قاسح ما كديري في الطنجرة هاتي تحسبيلو ساعة حتى الساعة وربع راح يطيب معاك ابسيسة شوفوا تبدي تنطجر فيه من هذيك القشرة وهنايا من الاحسن اللي عندها الوقت ولا حبي تتبدل غيرت جبديه من الماء خليه ينشف وديريه فوق شوية وضيت شوي فيه يجي بزاف ابنين المهم تبدي تستلخي فيه وهو سخون بس كولا خليتيها برد موش راح يتنقى معاك راح هنايا تنقيه بكل سهولة شوفوا وهنايا راهو طايب زبدة قادرة غيهاكا وياكلوه هنايا اللي يحب اياكلو بهذا الطريقة صحي جدا وفيه بزاف فوائد الجسم الانسان تقدري هاكا تقطعيه وتاكلوه بس كي انا ومبعد راح نديرو اسلاطة يجي بزاف هايل نكمل انا نسلخ كامل هذو الرجلين التاعه ونحطوهما بجيه مام هذك الرأس تكوني درتيه يطيب معاهم وراح يطيب لك الطياب الرجلين هو يطيب زبدة ويجي مبسس شوفوا كيفاش يجينا طايب يجي هايل رايح نخليه يبرد افجيه وراح نبدو نشوفو نديرو البورك اهنايا بعد اللي برت معايا رايح نرحيه في الاشواغ كطعيه اه رقيق مربعات عادي ودي معاه فصط على الثوم وبدأي ترحي فيه اياه كنت درت مقلا درت فيها الزيت وكطعت البصل وخليطها حتى اللي تذبال شوفو هنا اياه بعد اللي كطعتهم مع هذك الثوم هنا ما تكفرش التوابل باج مترحش معانا البنة تاع الحوت زدت عليها زنجابل وهو نديرو الملح الملح هنا ما تكفرش لانو الحوت رايح طابنا في الملح والقارث نخلط هذك البصل مع زي بيس وراح نزيد عليه البولب هذك اللي كنا اه بولب قاشي اللي كنا رحينا شوفو نبدأ نحل فيه كشغل نحله بهذا الشكل ونبدأ نخلط مع هذك البصل وراح نزيد عليه الماء يكون مسخون باش يطبي معانا هذك البصل وقبل ما تمرقي حاولي انك تزيد الديري ازعيت راه لانو راح تعطيه بنا بزف شابه اهنا يا مرقي وما تكفريش منبق نصف كيس وخليه باش اطبي معانا هذك البصلة وتدي البنة تاع الحوت نغطي عليه ونخليه طيب في غرضه ومن جيها واحد اخرى راح نخدمه اه لا سوب انا ديت هنا يا الكيس تاع اه عدس الحمر وديت ليزي بيس فلفل الحمر شوية تاع القرفة زنجابل وشوية كركم والملح الكركم هنيا باش يساعدنا على سوب باش جي الاكل اغتاحها شابه ومن جي واحد اخرى طنجرة وش كنت درت فيها طاعت جين تعالى كوكوت اديت حبه بصل متوسطة فصة عثوم مع دنوس والكيبوية اهنا درت دو مغسو وحبه متوسطة تاع زرودية اهنا ليسوب توجو كيما نقولكم ما ديروش فيهم الباطاطا انا يا العدس هنا رح انشله اديت الكيس ورح نحط فوق النار نبدو نقلو في هذك الخضرة نازم هنيا الخضرات تقلى مليح في الزيت باش حتى اللي تشوفي البصل عذاب معاك شوفوا معايا هنيا انكملو انقليوها ونبهد نزيدو عليها الملح معا لزي بيز ونبدو انكملو انخلطو باش هذك الخضرات تدينا البناتع لزي بيز هنا توجو ليسوب اعطي لهم حقهم في القليين خليهم يتقلو لك امليح باش تجينا لسوب ابنينا ونزيد عليها الكيسة الهدس بعد ما كنت شللته ونخليه يتقللنا مع هذك الخضرات وهنا ملحظة العدس الحمر مش رح يديلك وقت فطير رح يطيب لك خمس دقائق رح يطيب معاك سيخدو كي تكوني درته في لا كوكوت وراح يتحرحر شوفوا كيفاش ذبلت معانا الخضرات ديت حقها في القليين ورايح انمرق اهنا يا كي تديري العدس للمبتدئات عندك كاس تعدس تقابلو ربع كيسان تعلمة وكيما انا زدرت الكيبوية در معهم نصف كيس بسكو الكيبوية رح ثقلي ثاني لاصوس وكي نميكسيها راح تجينا شوية قيلة المهم انا زدرت ربع كيسان ونصف تعلمة قابلو كاس تعدس احمر وقبل ما نغلقو لكوكوت اهنا يا مبا عشر دقائق رح يتب معاك كل شيء وهنا يا كنت زدت عليها حبة تعد طماطيش اهنا عندي كونجلي ولا عندك فريد ديدي حبة تعد طماطيش شوفوا هنا يا الحوت تاعي راهو بخزق قريبي طيب مع هذيك البصلة خلي حتى ينشف من كامل هذك الماء شوفوا كيفاش دلقت معانا هذيك البصلة وذهبت مام الماء هذك ولا شرب الحوت شربنا كامل هذيك لاصوس زدت عليها المعدنوس ودرت الفرمج اهنا يا اغتياري الفرمج رابي اللي عندك ديري ويلها ما عندكش تقدري تستغني عليه رح نخلطو حتى ليضب معانا على هذيك السخانة تاع الحوت ونطفي والنار ونخليه يبرد من جهة واحد اخرى لاصوب بتاعي عشر دقايق شوفوا كيفاش تتحرحر معانا رايحة نميكسيها اهنا يا اتميكسيها انا القاوم جايني اسويسوي ولا حبيتي قاوم ثقيل زيديها على النار وخليها اه تثقال معاك ولا حبيتيها خفيفة زيدي شوية تعال ما سخون وديريها زيديها على لاصوب وخليها من بخمس دقايق فوق النار وطفي شوفوا هنا ما نديري لا لا كخيم فخاش لا فورماج لا والو خلوها تبرد وراحين نشوفوا البورك انا يا اديت هذيك العقدة تاع اللي كنا ندرناها تاع البولب اللي رحينا مع البصل وزدنا عليها الفورماج وراحة ندير انشكل في البورك انا كنت تقسمت الحبة تاع الورقة تاع البورك حفوان على اثنين وديرها مثلاثات كيما اشتو تزور كي نديروا المثلث حاولي انك ما تستعملي لا فارينة لا بيض لا والو بطريقة سهلة ذو كانت تشوفوا معايا واحدة شوفوا اهنا يا نتنوها للجهة الاخرى على اثنين نحط الحشو اللي عندي وندير الفورماج بهذا الشكل ونبدأ اللوي من شكله المثلث وتبدا يتدوري بهذا الشكل انا يا ونبعد اللي تبقى لك اثنيها ودخليها للداخل كنت رت معكم فيديو مفصل كيفاش تشكلي مثلاثات تاع البورك رح نقليلكم الوصفة في صندوق الوصف وراحين نخدمو الشكل الثاني دايما ندي نصف ورقة تاع البورك حطيت الحشو في الواسط وزدت عليه الفورماج وراحين نلوي شوفوا بهذا الشكل الطريقة التقليدية اللي نعرفو بها البورك شوفوا ندير الحشو نعطي كمية تاع الحشو ونزيدو الفورماج ونغطيو شوفوا معايا نسيد نصف طعب فورماج انا حاول انك ما تكثريش الفورماج وليزي بيس باش تبين البنة تاع الحوت انا راكم شوفتم معايا المثلث تاع الفورماج قسمتو على اثنين شوفوا اللويه ونخليه بجيه نكمل انا كامل كمية اللي عندي وديت السنيوة درت فيها بابي كويسون ونحط فيها الحبيت تاع البورك انا حبيت يجتقليه اقليه ما حبيت يجتقليه اديريه في الفور انا حبيتها ووصفة صحية ما يكونش فيها بزاف ليدم وما يكونش فيها لكانتراج وما يكونش فيها الزيت المهم نبدأ نستف في البورك فوق بابي كويسون والسنيوة والفورماج ديرته يصخن على اقصى درجة نكمل انا نحط كامل حبة تاع البورك هنا حاولي انك البورك الجهة اللي تغلقها سيخته لسيجا غراحين يتفتحو معاك حاولي انك الجهة اللي غلقنا عليها نديروها من التحت شوفوا هنا كيفاش تفتحت معايا حبيتي ديري الزيت ديري ولا زبدة كتي من ذوقبتها المهم حاولي انك ما تكثريش ديري الزيت من الفوق ومن التحت للبورك باش يتحمر معانا وكيديريه في الفوق يكون الفوق سخون نقصي للنار باش يتحمر معاك كامل وما يديلكش هذيك لاكولاك تاع الحريك بس كو الا كي ما نقولو احنا تشفتلك ولا خطفاتو لك النار راح يجيك محروك حاولي انك تنقصي للنار خلي غذيك السخانة تاع الكوشة تدورلك ع البورك راح نديروه في الفوق ومن جهة واحدة اخرى انايا راح ندير سلاطة تاع البولب وش السلاطة وش عندك ديري المهم حاولي انك تستعم من زيت زيتون والقارص راح نشوفو وش ديت انهايا الديت ظلوديا اهرابي وديت بزراطو ماطيش عندي زيتون وmbbey spaces ووش لاذا خضرة كما راكم تشوفو وسوبوبلو كونت قطعتو كما كم تشوفو دوائر نكونو شوية ملاح وبينين هنا كما قلت لكم البول بقدرين غيهاكا وتاكلوه يجي بزيف اشباع شوفو وديت لا فينيك غات ووجدرت فيها اديت اه درت اه 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 هني خلطت الخل مع القارس كنت عندي غير حبة عقارس مص زينت بيها ونص كنت درتها لا فينيك غات ودرت الملح بينصير وخلط شوية زيت مع زيت الزيت هون اهنا يا نحط سلاطة مع الطوماتيش وهذاك البول بخلطوه كامل ونحط الزيت هون عندي لخضر ولكحل وديت البس بس كنت قطعتو شوية اه ركي كي ما راكم تشوفو ونحط الزيت هون ايه الى عندكي الماييز ديري اللي عندكي ديره ديري المعدنوس الى كانوا افراد العيلة يحبوا المعدنوس في السلاطة ديري ويلا ما يحبوهش كيفي انا ما تديريش ونحط الزلودية اهنا التزيين اختياري انا فقط اه تزيين بسيط وهنا يا اسلاطة الى كنتي حبا اه ومبعد توجديها ومبعد باش تحطيها حاولي انك ما تديريش لا فينيقات باسكو اه الخل ولا القارس يغطو اه اسلاطة الخضر راحة تذبال معاك شوفو هنا يا اتخلطيها مملح ووقت اللي تبغي تتسربي اه ولا اتسقي سقيفوكم هذيك لا فينيقات منجي اوحطو غرلاسو بتاعي انا يا راهي وجدت اندي لها فقط الرشة تاع الكمول راح يعطيها بنا بزاف شابة راح نشوفو شكل النهائي تاع الوصفات التاعنا تاعنا على اليوم هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفات اللي كنا هدرناهم وصفات صحية ورائعة نتمنى اه تجور انكم توازنوا في الاكل ويكون اكل صحي متوازن ومتنوع ولا دايما المرأة ولا ربة البيت تكون مسؤولة لان الاكل مسؤولية هنا يا راهي كامل العيلة على مسؤوليتك وعلى ضمانتك وكيما تجور الشعار تاعنا هو صحتك في صحنك المهم هذي هي الوصفة تاعنا تاعنا اليوم كنا درنا لسوب بتاع العدس الحمر بالكيبوية ودرنا بورك بالبولف وصلاتها تاع البولف وصفات صحية شوفو معايا هنه هي القاوام تاع لسوب بتاع العدس كيفش جتنا وراح نفتح معاكم البورك شوفو كيفش يجي مقرمش ويجي داي هذيك التحميره هادية مشي مزيت شوفو وهذيك اللي درناها تاع البولف راح يعطيها بنا بزف شابة صدقوني كيكون عندكم اوكازيون ويجيبوكم البولف حاولوا انك ديروهم ديروها بورك راح يجي بزف هايل وكنا درنا اصلاطة تاع البولف كيما اقول لكم سقيوا هاكيد كون الراحة تسربيه شوفو كيفش جتنا طايب زبدة ومع زيت زيتون والقارص يجي بنتو بزف هايلة وهنا يا ملاحظة قد حبي تنديلكم هاد الحميس ولكن الفيديو جاني طويل بزف المرة جاية ان شاء الله راح نحطو لكم وصدنا نهاية الفيديو نتمنى الوصفات تعالى على اليوم تكون عجبتكم ما تنسوش تديرو ليجا وتخلو ليتعليق تعالوا في روحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في امان الله سلام